موسيقى طهران تل أبيب وبالعكس هدايا الود المتبادل وعلى الخط مستمرين ماذا فعلت إيران من أجل عيون الحبائب؟ دعونا نتوقف مع جردة حساب مع ما جرى ليلة السبت الأحد ردت إيران على هجوم القنصلية نعم كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل فبعد أن حصر ببيناتنياهو في زاوية العزلة الدولية مجرم حرب وقاتل أطفال ومسؤولا عن أفعال دولة مارقة وخارج عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عاد أمام العالم الذي فضحه في ستة أشهر بسبب غزة عادت ضحية عادت إسرائيل لتلعب دور الدولة واحة الديمقراطية والعدل في مواجهة كراهية الجوار والإقلي أنست طهران بنكتتها البايخة ومشهدها الكوميدي حين أبلغت عدوها بموعد وصول الشحنة وميقاتها واتجاهاتها فقط لأخذ الحيط والحذر أنست العالم غزة التي تأنه تحت الضرب المتواصل أسبوع كامل نسي العالم غزة وانشغل بحكاية الهجوم المسرحي الذي لم يصب هدفا واحدا لم يتحدث العالم في أسبوع في الموضوع الفلسطيني الذي عاد إلى الطاولة بقوة أيضا بسبب غزة وأصبحت قضيتنا مسيرات لم تصل وهجوم وصفه أصحابه بأنه عرض للقوة هو بالفعل استعراض للداخل ورسالة لم يفهم مغزاها أولئك المنهكين بوهم العدو لإسرائيل فهل لصديق أن يحقق لإسرائيل أكثر مما تحقق؟ الأغرب أنهم أغرقون في حكاية أخرى هل من حقنا أن ندافع عن أجوائنا أم أن نركن للسلافة الإيرانية؟ حقنا السيادي أن نحمي سماءنا من أي طرف؟ من أي طرف؟ هكذا تقول السياسة والسيادة التي تناساها أصحاب الأجندات والسوشال ميديات المتربصين ما علينا؟ حياكم الله أهلا بكم جلالة الملك من المفرق أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة وحماية مواطنين قبل كل شيء جلالته خلال استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي ضرورة إنهاء الحرب على غزة وأهمية حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل مستدام الأردن نفذ 84 إنزالا إضافة إلى 190 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة مكونة من 75 شاحنة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي المؤسسة العامة الغذاء والدواء أغلقت 45 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة خلال شهر رمضان مبارك من ممكن يغش ويقدم لنا مواد غذائية حرجة خلال رمضان وأوقفت أيضا 434 منشأة أخرى عن العمل وذلك ضمن تقريبا 10 ألاف جولة تفتيشية نفذتها فرق رقابية للمؤسسة في مختلف مناطق المملكة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تحتسب تحتسب اشتراكات الضمان على أساسه تحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 20-24 أصبح 3612 دينار في حين كان العام الماضي 3538 دينار بزيادة بسيطة جدا أما دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقد أعلنت أن 30 الشهر الحالي هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 20-23 ودعت المكلفين لتقديم إقراراتهم تجنبا لتعرضهم لغرامات بعد رمضان وزارة التنمية الاجتماعية أكدت أن مدرية مكافحة التسول نفذت 417 حملة لمكافحة التسول جرى خلالها ضبط 808 متسول ومتسولة في شهر أذار من هذا العام أما مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي فقد أكدت أن المخالفات المرتكبة في الموقع الأثري للبتراء هددت بإزالته من قائمة مواقع التراث العالمي لأبرز ما تدولت السوشال ميديا لهذا الأسبوع كيف كان العيد في غزة؟ نحن ما انتبهناك بصراحة للعيد في غزة بسبب اللي صار كيف كان العيد في غزة؟ كان الأطفال يستعون ألعاب العيد من ركام منازلهم المدمرة الأردن عصي وأمن هذا الترند الأكثر تفاعلاً خلال اليومين الماضيين ونسور القوات المسلحة الأردنية التي تحمي سماء الأردن القوات المسلحة قالت في بيان لها سلاح الجو قام بزيادة طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي الأردنيون تفاعلوا مع صوت الطيران في سماء المملكة سامي صوت الطيران أمر طبيعي لأن سيادة المملكة أرضاً وجواً أمر لا بد منه وهذا ما تفعله القوات المسلحة ناموا مطمئنين وارتاحوا لأن فيه سقور ورجال تحمي الأردن ولن تسمح لكائن من كان أن يعبث في أمن الأردن بتول صوت الطيران الحربي لطيراتنا واللي فيها أولادنا وإخواننا يعني ما في شي خوف ناموا وطمئنوا أما بيان فقالت في على الأكس يمكن الأردن من الدول الوحيدة اللي لما ينزل جيشها على الشوارع ويحلقوا نسورها في السماء الشعب يكون مطمئن أن هذا الجيش لن يخذل شعبه أبداً وهو من يسهر على حمايته أترك أوروبا والعالم كله واجع الأردن أترك أوروبا واجع الأردن لهجة خلاجية أكيد ربيع الأردن الذي يجذب السياح في كل سنة كما تبعنا طبعاً لا تقولون لا سويسرا ولا تركيا هذه محافظة عجلون سد عجلون كفرنجي السلام عليكم نعطيك العافية الله يحيي كيف شفت جمال الأردن جمال الأردن كل واحد إن رجل ما تسوأ وإنه فيها شدها من نفسه الله يحيي ما شاء الله تبارك الرحمن أنا كل سنة أجيها أترك في الربيع ما شاء الله أخلي يا ربا وخلي العالم كله ما شاء الله ما شاء الله وإياك الله وإلي أجنب على العلونك أنتم لمين الرسالة أعتقد إلنا على الأقل ندير بناعنا كنا حياكم الله الأمل انطلق من هنا وتوج بالحسين هنا رمى الأردنيون أجاعهم تحقق الحلم ولكن أتعرفون هنا تجلت عبقرية اللغة ليأولى الألم أملا ماذا عن الإنجاز في ظل الضغط عن العمل بين طوابير الانتظار أين غاب البحث العلمي في عالم يركض فيما نحن نلملم الجراح وسط الإحفاءات والإجراءات نغطي وجع الناس بفن الممكن والمتاح أين نجحنا وكم أخفقنا ماذا نريد لبيت الأردنيين وحضن آلامهم ماذا نعمل لنعظم الإنجاز ونفتح نوافذ الأمل باسم الحسين ونفس رجال اللي بحي رجال مركز الحسين للسرطان أين هو اليوم يا دكتور عاصم منصور المدير العام في مواجهة نيران صديقة إلى أين نتجه اليوم أهلا بكم وأهلا بدكتور عاصم منصور مساء الخير مساء خير كيف حالك؟ الله حي يك تعبت؟ لا قديش فيه أشياء بتشوفها متعبة بهذا يعني أحنا بتعرف زمان كنا نحكي عن المرض هذاك المرض حتى لا نتكروش اليوم أنتوا وسط المعمع قديش هذا متعب؟ مساء الخير يا أهلا دكتور أولي مشاهديك والله متعب جدا دكتور هاني يعني متعب نفسيا لكن بآخر النهار لما تطلع أنه بعد هذا التعب هناك بسمة استطعت أنك ترسمها هناك ألم استطعت أنك تمسحه فإحنا الكلمة بسيطة من مريض من مرافق مريض يزيل يعني تعب يوم كامل ويوم طويل لكن ألم الناس وهمومها دائما متعبة والتعب النفسي أكثر بكثير وأتعب من التعب الجسدي نسب الشفاء أكرت أرقام محددة قداش حققته نسب شفاء؟ نسب الشفاء الحمد لله عالية لكنه هو عبارة عن صندوق أسود لما نحكي عن نسب الشفاء كنسب دون الخوض في تفاصيلها النسب الشفاء عند الأطفال مختلفة عن الكبار نسب الشفاء تختلف حسب المرض وحسب درجة المرض لكن ما أستطيع أن أقوله بعناوين أولا نشرنا الآن وبدأ أن ننشر نسب شفاء نمركز الحسين للسرطان هي تساوي وتضاهي نسب الشفاء المنشورة في الولايات المتحدة والغرب هذه كقاعدة هذه منشورة مجلات علمية نحن لدينا سجل مؤسسي للسرطان ليه قداش نسبة عمومة؟ مثلا إذا الأطفال نحكي عن 70% لكل الأمراض ترتفع لـ 80% بأنواع معينة و90% مرضى لوكيميا بالنسبة للكبار بشكل عام لو أخذناها هي تتراوح ما بين الـ 60% إلى 65% لكن في المراحل المبكرة في سرطان القولون سرطان الثدي حتى سرطان الرئة أصبح نتكلم عن نسب شفاء تقارب الـ 90% والله يعني هذه أرقام مهمة صحيح لو يعني زي ما يقوله الإخوان المصريين في الدراما تبعهم لو حكيت الفنوس وطلع لك المارض وقال لك شبيك لبيك دكتور عاصم كل شي بين إيديك إيش بتحلم في مثالك بمركز حسين المدجج بالعداد الناس الثقة للضغط والله الأحلام كثيرة وكبيرة له مش رح يستحمل أحلام كثيرة وحدة على الأقل وحدة بجزء يعني حلم واحد لو أروح أروح على إحنا وضعنا أنفسنا لا شك على خارطة العلاج السريري والرعاية السريرية على مستوى العالم هذا لا خلاف عليه يعني يذكر على البعيد والقريب في كل محف أنا برأيي الخطوة الأهم اللي بدنا نخطوها وأحلم أن نخطوها أن نضع اسم مركز الحسين للسرطان على خريطة عالم السرطان بالعالم في مجال الأبحاث أنا كنت أحكي في الغداية غاب البحث العلمي وسط المهمة التي أنتم فيها صحي بدأنا خطوات إحنا بدأنا بالأول أنت تعرف أنت لا تستطيع أن تبني قاعدة لبحث علمي دون أن يكون عندك رعاية سريرية قوية وصلبة وتستند إلى قاعدة قوية بدأنا ذلك ثم ببناء برضو بنية تحتية لحماية المريض عند الأبحاث تدريب الباحثين لتدريب من يساعد الباحثين ثم انطلقنا الخارج ساعدونا يا ناسي تبدأ من الصفر بدأت الناس تساعدنا لكن وبدأنا عندنا الآن يعني ننشر إحنا سنويا يعني العام الماضي الحمد لله نشرنا حوالي مئتين وستين بحث من مركز الحسين للسرطان عندنا حوالي العدد التراكمي للتجارب السريرية الدوائية تجاوزنا الثمانين لأول مرة لكن هل أنا راضي عن ذلك لا أنا قطعا غير راضي أنا أطمح أنه شيء أكبر منك يعني أنا صحيب بشعر بغيرة شديدة بسبب تعرضي وسفري دائما وعملي جزء من شغلنا في القاهرة تجربة 57-53 تجربة غريبة جدا أولا موضوع البحث العلمي موجود بقوة اثنين يا أخي نسبة يا دكتور نسبة مشاركة الناس في دعم هذا المشروع الضخم أدى إلى أنه يفتح فروع في محافظات أخرى إحنا كان سؤالنا طب اللي مصاب له سمح الله هو واحد دعالته في معانا أو الكركة أو الطفيلة ليش يضطر يجي هون ويقعبوا سؤال وهم يعني خلني أحكي بالأول عن 57 57 زملائنا وحقيقة أنهم مميزين في مجالهم بمجال الأبحاث أنا لهم ميزة أظن 57 استفادوا من الطيور المهاجرة المصرية مركز الأمريكي الكندي الآن أعداد كبيرة من المصريين الموجودين بالغرب يأتي داوموا 6 أشهر بمصر و6 أشهر بالغرب يعني لهم فورميلة مهينة بالنسبة للانطلاق للمحافظات هم سبقون بذلك لكن إحنا الآن إن شاء الله إحنا فرع العقبة سيفتتح بشهر واحد أو شهر اثنين 25 أنهينا الآن لعمال السكيلتون لحل مشاكل أهل الجنوب بدل ما يجوا يتعبون 100% الآن رح يحل مشاكل المحافظات يعني على الأقل لمعان والعقبة وما حولها بـ 70% إلى 80% من الحالات رح نبدأ المرحلة الأولى للكيماوي للكشف المبكر للتشخيص إلى غير ذلك المرحلة الثانية نحن لها مباشرة إنه نكمل ذلك إلى مرضى منومين قداش فيه نقص في التمويل في الميزانيات والله لأكون صادق بتمويلنا الرأسمالي عادة لا نواجه أي مشكلة مركز حسين الله سرطان التمويل الرأسمالي لأنه تعرف التبرعات لا تأتي للتمويل التشغيلي التمويل التشغيلي يجب أنك يكون عندك دخل لكن التمويل الرأسمالي نشاط زملائنا وزميلاتنا في مؤسسة الحسين للسرطان والثقة اللي بنوها والشفافية اللي بنوها يعني أنت عارف التوسع اللي افتتحناه في 2017 كل فتح عالمي عالمي لكنه حقيقة بالحمد لله لم نلجأ أنه نأخذ قرض من البنك ولا بدين صحيح لإخوان أشقائنا العرب يعني مؤسسة مؤسسة الحسين للسرطان والجهود الكبير للأميرة غيدة والأخت نسرين قطانش جهود عظيم يعني أنا بتطلع كل ما كنت وبتعرف أنا بثيت حلقات من عندكم الأجنحة اللي بأسماء بعض زعماء الخليج من الإخواننا القادة الخليج يعني جهود مهم يعني إحنا بنعتمد على الأردنيين وعلى يعني إخواننا العرب العرب الآن تقريبا المكس بين التبرعات ما بين تقريبا متساوي يعني 55% من الأردن 45% من دول الخليج في تبرعات بالأردن؟ نعم 55% من تبرعاتنا ما عدا المنح الكبير إذا استثنين المنح الكبير لديه منحة الملك سلمان وشيخ خليفة هذا المنح كبير جدا وساعدتنا أن نبني لكن إذا حكينا عن الزكاة والصدقة ودعم المرضى وغير ذلك الأردنيين يقدموا 55% والعرب خمسة أردن كثير حاولتوا التقنع والناس أنه يشاركوا في برامج تأمين متخصصة إلى علاقة بالمركز قد يش نجحت هل الناس آمنوا بأنه ادفع اليوم تستفيد بعدين ضمن برنامج تأمين الخاص الناس آمنت إلى حد ما لكن دون الطموح إحنا الآن عدد المشتركين قارب 220 ألف مشترك إحنا طموحنا حتى يكون عندنا نقطة تعادل ونقدر نقول أنه هذا البرنامج قابل للإستدامة بدنا يكون برنامج وطني وصير في عندنا مليون مشترك فيه اللي قد يكون أثر سلبا على اشتراك الناس هو شعورهم أنه هذه الإعفاءات ممكن تيجي ممكن تظلها الطول لطول فأنا بدأ فيه إعفاء مجانا ليش أغلب حالي وأشترك وهذا حقيقة ممكن نخوض فيه فيما بعد أنا برأيي هذا الكلام غير واقع وغير قابل للتطبيق وغير قابل للإستدامة التأمين المطلوب فقط هذا النمط من التأمين أم أنتوا بتحلموا بأن الحكومة النظام تأميني لكل مواطني الدول الحلمنا الأقصى وهو الحل المثالي حتى مش تأمين شامل هي رعاية صحية شامل أشمل من التأمين الشامل لأن الصحة أكثر من المرض هي ما قبل المرض تبدأ ما لم نصل إلى ذلك حقيقة سيبقى يعني النظام الصحي مين يؤخر هذا الموضوع دكتور؟ والله يعني صارت عدة محاولات خلال الفترة الماضية ولا تعلم يعني يتبدأ المشروع ثم يتوقف ولا تعلم لماذا بدأ يتوقف مين يوقفه دكتور؟ أو يوقفه لا تعلم لا تعلم يعني ما نقول في منادونا كخبراء استشارات نبدأ أراءنا لكن بعدين تنتظر أن تتوقع أنه يصير خلال السنة هذه ولا نهاية السنة لكن يعني فشل أنه أنت بتاكي يتوقف في أكثر مرة يتوقف يعني معنا في حدا يوقفه يعني لا يمكن يتوقف أكيد هنا لك أسباب هل هي الأسباب اقتصادية هل هي أسباب سياسية هل هي صحية حقيقة لا يعلم لدينا يعني نأتي كخبراء بمجالنا مجال السرطان ولدينا تصور كامل إحنا يعني تصورنا موجود واليوم نقدر نقدمه لأي حدا طب ما حكيتم عن الحكومة مثلا إقرار نظام خاص أو قانون لصالح المركز زي دينار التلفزيون أو دينار الفلس الريف يعني أي شيء يعني إحنا كنا بدنا إشيء أشمل من هيك يكون هو يلمس المواطن المؤمن والمشترك فائدة مباشرة من خلال هذا البرنامج التأميني وقلنا لهم إحنا كان فكرتنا خلينا نبدأ بالسرطان لأنه اللي ممكن يكسر المواطن الأردني اليوم ويعدي به إلى الإفلاس هو السرطان أكثر من شيء الأمراض الثانية مقدورة عليها إلى حد ما إلى معاناتها إلى أموها لكن برأيي السرطان هو الأهم فقلنا خلينا نبدأ كتجربة وتكون هي مشروع زي بروتوتيوب السرطان لكن للأسف للآن ما نجحنا سمعت إنه مؤخرا يبدو هناك محاولة جديدة أتمنى أن يكتب لها النجاح هل يقلقك هروب بعض الأطباء والخبرات عندكم إلى مستشفيات أخرى أو إلى دول أخرى يقلقني لو كان الآن في تزايد لكن الحمد لله فينا بالفترة الأخيرة قليلة جدا الآن قليلة نحن نتابعها نحن نسبة الفاقد من الأطباء في طبيعي تنضيير القلون أعتقد واحد منهم اللي غادر صحي صحي ثلاثة لأربعة بالمئة النسبة النسبة العالمية من ستة لثمانين بالمئة الآن في عنا بعد غزة وبعد كثير من الشغلات بالغرب يعني بديت ألمح ملامح حجرة عكسية ما كنا نلمحها في سنوات بدأ يرجع بعيد من الزملاء وبدينا الآن نحن من أميرك لحالة سنة عدد يعني خلال ست أشهر الماضي استقطبنا عدد جيد من الأطباء من الولايات المتحدة من الأوروبا أسأل سؤال على خلفية أنا قلتني أسأل من ذكية لك المطلقين أنت راح تغادر إن شاء الله لا إن شاء الله لا بس هل في عروض من الخارج؟ العروض دائما موجودة أنا بعرف أنه في عروض لكن من يعمل بمركز الحسين للسرطان لا يمكن أن يرضيه أن يعمل بأي مكان في عرض مؤخرا من أحد الدول العربية في عروض في عرض بنية يعني الواحد يشعر بالرضى أنه تقدر الناس إنجازه لكن أنا ابن المركز ولدت بالمركز وإن شاء الله سأبقى ما شاء الله ذلك وما شاءت إدارتي وهي ترى أنه ما زال فيها فائدة وقيمة مضافة لهذا المركز كم من واحد بيحسدك من في هذا الموقع؟ أتمنى أن يغبطوني ولا يحسدوني لا يغبطوك دكتور مرر لي يا عاي اللي بيحسدوك ممن كانوا يحلموا بأنهم يكونوا في هذا الموقع أكيد موجودين يعني بكل نجاح هناك أحساد في مسؤولين كانوا بدون يسيرون؟ أتوقع ذلك أتوقع ذلك طيب دكتور موضوع الإعفاءات نعم قداش مشكل لكم مش حالة إرباك ولكن فيه صورة مش واضحة لأنه كل واحد بده إعفاء وحتى هلأ بنحكي عن موضوع الرفض رفض الحالات تفضل يعني أنا لو بدي أبدأ بموضوع واحد لإصلاح منظومة رعاية مرضى السرطان أنا ببدأ بموضوع التنظيم موضوع ما يسمى بالإعفاءات حتى هو أشمل من الإعفاءات هو التأمين أنا برأي ما لازم تكون حتى إعفاء يجب أن يكون هلالك مكان ما المريض بيعرف إذا أصيب هو بالسرطان أو أصيب لازم يروح على عنوان ما ما أدور لا على مع كل احترام الجميع على نائب أو على واسطة أو على غيره أنا أذهب إلى مكان وهذا المكان لي الحق وينظم عملية انتقالي من هنا إلى المكان الذي الأنسب لي أنسب جغرافيا أنسب لحالة الصحية أنسب اجتماعيا إلى غير ذلك أن أعانج فيه الإعفاءات حقيقة خلال فترة خبرتي وعملي في مركز الحسين للسرطان تغيير عليها مستمر نعم يوم في إعفاءات يوم في كرم شديد بالإعفاءات يوم في شوي التشدد بالإعفاءات نحن بالنسبة لنا للتخطيط للمستقبل يعني أنا حتى أخطط بدي أتوسع اليوم أنا أتوسع على إيأساس هل بكرة أنا راح يجيني ألف مريض بالسنة ولا خمس تلاف مريض بالسنة ولا أربع تلاف لو أنا عندي مؤمنين وعارف أنا أنه عندي مليون مؤمن مليون مؤمن فيهم ألف إصابة متوقعة أنا ببني استراتيجيتي على ألف إصابة على ألف طبعا لكن إذا أمري مش بيدي لا بحسن هناك صورة ضبابية صورة ضبابية صورة ضبابية ولو أنا أشتغل كمان على أسس بيزنس وهي مش عيب أنا بعرف حسب شطارتي عندي ماركتينج عندي سمعتي عندي ناس فأنا وشطارتي يا الناس تجي عندي أو أنا بنافس غيري لكن اليوم أنا بحالة حقيقة صعبة ممكن يجيني أعداد اليوم اللي بيجيني وإحنا رح يحكي عنها رفض الإعفاء الرفض طبعا أكبر بكثير من طاقة الاستيعابية طبعا لكن أنا لا أستبعد أنه بعد أشهر من الآن يجيني أقل مما أنا أستطيع أن أخذ طب بدي أعين ناس من بره هذا الطبيب اللي بدي أخذ اللي يجي من أميركا يترك شغل ويجي عندي ورح أدفع له رواتب كبيرة هل أنا بدي أعين اثنين بنتخص فلاني ولا ثلاث ولا واحد حقيقة هناك ضبابية وغير قابلة حكيته مع الجهات المعنية أنه يا جماعة صار يمثل ضغط هو نقاش دائم وآخر ما تم فيه قبل أظن ثلاث أشهر ووعدنا دولة الرئيس أنه سيقوم بحلها خلال يعني هذه الأشهر وسيتم يعني التوحيد أو شبه التوحيد لموضوع الإعفاءات وسيتم يعني التخفيف على الأقل من بعض الفوضى الموجودة لحد المقبول صح هل سمعت زيي وهو سؤال بريء هذا هل سمعت زيي حوالنا طالما أنك ذكرت لجوء المواطنين مش لمركز مباشر لا عبر قنوات أخرى زي بعض النواب أو أنه تم المتاجرة في بعض الأحيان بعفاءات والله سمعت لكني لم أرى يوما دليلا على ذلك لكني سمعت كما سمعت لغيري سمعت رح نحكي عن موضوع الرفض أو بعض القرارات العلاقة برفض حالات لكن نتوقف مع تقرير مركز يعني بدأ أحكي بس مقدمة هيك بدون تحضير المقدمة بدأ أحكيها عامي في يوم الأيام طلبنا في تليزيون الأردن كنا في بداياتنا الصحيح للمشاركة في تليثون سمنا تليثون الأمل وأنا الصحيح بدأ أوجه يعني أترحم على أستاذ الكبير أستاذ زيد فريز اللي كان وراء هذا المشروع تليثون الأمل اللي الأردنيين هم من بنوا مركز الأمل الذي أصبح تخليدا لذكرى حسين مركز حسين السرطان أين كان أين هو اليوم في هذا التقرير معايير عالمية بهوية أردنية جاء مركز الحسين للسرطان ليكون بذرة الأمل لمرض السرطان ليس للأردنيين فحسب بل للعالم كله ثلاثون عاما مرت على هذا الصر الذي أعلن عن تغيير اسمه من مركز الأمل للشفاء إلى مركز الحسين للسرطان إجلالا لذكرى الحسين وليكون التطور والتمييز أحد أهدافه منطلقا من ضرورة استعادة عقولنا المهاجرة لتساهم في هذا المشهد العلمي الحضاري الأبرز في أردن التسعينات وما تلاها عام 2019 حصل مركز الحسين على شهادة الماغنط العالمية ليصبح أول مركز متخصص بعلاج السرطان خارج الولايات المتحدة الأمريكية يحصل على هذا التقييم العالمي بعد أن صنف في المرتبة الأولى بين الدول النامية والسادسة عالميا كمركز متخصص في علاج السرطان أكثر من ستة آلاف مريض سنويا يتلقون علاجهم في مركز الحسين من داخل وخارج الأردن بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية آخرها كان مشهد غزة حين فتحت أبواب المركز لأطفال غزة المصابين بالمرض ليس العلاج والبقاية والتوعية فقط بل للصحة النفسية والمختبرات والدراسات أتعرفون ماذا فعل مركز الحسين بنا؟ تخلصنا مرة وإلى الأبد من عبارة هداك المرض أصبحنا نسميه باسمه بعد أن كنا نؤمن بفكرة اللي بخاف من البعب عبطلع له اعترفنا بالمرض وآمنا بإمكانية الشفاء منه طوابير ناجين تشهد ولكن طوابير أخرى تتزاحم وسط الضغوط وتزايد الأرقام والإمكانات أين وصلنا اليوم وإلى أين نذهب؟ الأرقام هي المعيار اليوم وهي التحدي الماثل أمام مهمة الغد فرح البدري لنيران صديقة علان دكتور كلنا نحكي عن طوابير كيف تشهد كيف تشوف موضوع الطوابير أمام موضوع الأسس اللي بديتوا تعملوا فيها هناك قبول هناك رفض أرجوك يعني المركز له قدرة والقدرة محدودة زي أي مركز بالعالم عدد حالات السرطان في الأردن يعني ليس بالسهل التعامل معه من خلال مركز واحد يعني نتوقع أنه كان بالـ 2023 لامس الرقم حوالي 10,000 حالة سجل الوطني للسرطان آخر تقرير كان 2019 كان يحقق عن 7,600 أنا أظن الآن وصلنا 10,000 نعم نحن علجنا من العشر تلاف 5,100 تقريبا يعني 50% واحد وخمسين بالمئة منهم واعتذرنا بالعام الماضي لحوالي 1,600 مريض نعم للأسف هي أصعب حالة لو تسأني ما الذي يشغل خلال والذي يضايقني خلال الدوامي اليومي هي الناس التي تتظلم من رفض الحال من رفض طبعا الناس هي تعتقد أنه لها الحق بسواسية أن يعالج بهذا المركز ولن تقنع مريض تقول له والله أنا قبلت 5,000 قرار أقول لك أنا شو دخلني طيب خمسة إذا ما قبلتني أنا أنا ما بفرق معي شو الأسس دكتور الآن الأسس يعني لها عدة متغيرات إحنا من الخبرة اللي بنيناها خلال 20 سنة صلنا نعرف المريض ونوع تشخيصه ودرجة تشخيصه وأمراضه الأخرى غير السرطان ما الذي يتطلبه هذا المريض نعم وشو اللي عندنا من مقدرات المركز اللي موجودة وعليها الضغط فهناك لجان كل مرض له لجنة هذه اللجنة تدرس كل الطلبات أنا لا يتوقيع لدي لي على هذه الطلبات يعني لا ترد المدير العام أي من هذه الطلبات المريض يقدمها إلكترونيا بتروح للجنة اللجنة الثدي لجنة كل اللجنة اللجنة بتنظر ضمن معايير معينة هذا المريض مدحتي جيته أن يدخل للسرير المريض اللي ما بده سرير أنا أسهل لهذا بيجعل عيادة ما عندي مشكلة فيه قديش بده مثلا إذا عندي اليوم أزمة على غرف العمليات إحنا عملنا العام الماضي حوالي سبع تالاف ومئتين عملية جراحية عندي عشر غرف عمليات محجوزة لشهر إلى الأمام إذا أجاني مريض بده عملية لازم تنعمل خلال أصبعين مرحب إذا مريض بده أشياء علاجية أربعين بالمئة مرضى السرطان بده أشياء علاجية عندي اليوم أنا ست مسارعات خطية ما زال عندي قائمة انتظار على الستة هيجبنا كمان اثنين رح نفتتحهم يعني جال في الملك إن شاء الله خلال شهرين رح يفتتح توسع الجديدة رح نجيب كمان مسارعين خطيين هنا أي مريض بده أشياء علاجية خلال شهر زمان بقول لا يعمل إذا بده أشياء علاجية بعد شهرين أنا بقدر أجدوا ولم أقبل فهي حقيقة القبول من رحلته هي موضوع المرحلة الأساس في الرفض الستيج فور واحدة المرحلة اثنين مدى حاجته يعني بعض مرات المرحلة تكون ستيج فور لكن أنا عندي بالرئة ما عندي مشكلة فيه ما بجيب أنا أربعين بالمئة تقريبا أو ثمانية ثلاثين بالمئة من مرضايهم بالمرحلة الرابعة لكن إذا بدي يجيني كمان أقبل خمسين بالمئة الآن أنا هذا المريض بدي يتأخر مجوز شهرين يبدأ علاجه حالته لا تستحمل هذه واحدة اثنين المرضى اللي يعالجوا بمراكز وأنا متأكد أنهم بروتوكولات ونفس بروتوكولاتنا وزملائنا وعالجوهم هذا أولى أن يكمل المرضى اللي بدأ علاجه جيتوا عندي رح تقلق الأخنا بس الناس مصرين على مركز الحسين لن يقبل ذلك حتى لو قلت لهم في كل المستشفى لو أقسمت لهم كل الأقسام لن يقتنع بذلك وهذه جزء من معاناتي اليومية نعم يعني سؤالي صحيح من أحد المواطنين اليوم كان بعثت لي أنه غالبية المراجعين من أهل القرى والمدر المجاور عشانك سألت عن موضوع الجنوب والفرع الآخر يعني ما واحد يجي مثلا من معان أو من طفيلة وفوق المعاناة وفوق المرض والتعب بروح الكفتيرية مثلا بدأ يشتريه الشغلة بيلاقي أنه سعر خرافي يعني أنتم ضمنينها لحدا فمعرفش قديش هذا موضوع يجب أنه أيضا يدرس دكتور في نوعين من الكفتيريات والآن في واحدة ثالثة ستفتتع خلال كم شهر لأننا وفرنا الكفتيرية أوتوميتد بهذا موجود في السندوشات موجود في العصير وبأسعار شعبية وموجودة تقريبا بمعظم الطوابق الكفتيرية الرئيسية هي مضمنة فأنت بدك يعني ترضي كافة الأذواق في ناس اللي بدهم الكوفي الماركة العالمية بيقدروا يتحملوا لكن بنفس الوقت فيه منص دينار كوفي الموجودة بالأوتوميتد ماشين ورح نعمل فيما بينهم كفتيرية جديدة رح تفتتح يعني خلال أشهر القادمة إن شاء الله تكون من لا يريد لا نص دينار ولا أربع قمزانير طوابير الانتظار بتقلقك يعني بدأرجع للمارد بتحلم أنه ما تشوف هاي الطوابير يعني فعلا الناس بتنتظر أنا أحلم أنه هو أنت الآن بين يعني خيارين أحلى هما مر نعم إما بدكتور فضل عدد يعني أنا اليوم الخمس تلاف مئة مريض لو بدي أخلي المركز مرتاح أنا لا أقبل أكثر من أربع تلاف مريض حقيقة حاجتي إنه حتى أكون مرتاح أربع تلاف موعد قريب أربع تلاف أنا بين خيارين إما إنه أقبل ألف مريض زيادة دون أن أضر طبيا بغيره قد غيره بدأ يحصل إماراتي بدل ما يكون موعده بعد ثلاث أيام يكون بعد أسبوع لكن أنا هذا الأربع أيام أنا وفرت مريض آخر جبته عليه فإحنا الموازنة الدقيقة هذه وبنمشي حقيقة على خيط رفيع ما بين هذه الموازنات إذا زيت عن خمس تلاف لا أنا ببدأ أضر إحنا عندنا قاعدة عالمية إنه المريض يجب أن يبدأ العلاج خلال فترة معينة وهذه المتفق عليها إحنا الآن حطينا أربع أسابيع بمعظم الأمراض مع هذا الأطفال الأطفال بيبدأ خلال أقل من أسبوع واللكيميا وغيرها هذه بيبدأ مباشرة لكن أمراض الصلبة خلال أربع أسابيع التاركت تبعنا إنه نوصل يبدأ العلاج إحنا محققينها بالنسبة الثمانين إلى خمسة ثمانين بالمئة في خمسة عشر بالمئة نتجاوز ذلك إلى خمسة إلى ستة أسابيع أول شيء فيه تحياة تحياة كثير أخونا حباش فراج بيقول تجربتي مع مركز حسين والدكتور عاصم والدكتور محمود المصري شيء عظيم بثلاثة عمليات بيقول الحمد لله أنا من الناجين يعني اللي عملوه صحيح الناس ممتنين لها يعني دافت هذه التجارب العلاقة بالحياة والموت يعني ولما يطلع من تجربتك هو مش طالع هذا المباراة برشريم ريال يعني هو طالع من موت أو أهله أو حدا من أقاربه صحيح أحكي لي عن البعد الإنساني في علاقتكم مع الناس والله البعد الإنساني هو الذي يكافئ ويعادل كل الألم وما نمر به لأنه هذا نلمسه بتلمسه أنت بالسوق بتلمسه إذا روحت وين مكان إلا يعني لا أذكرني خرجت إلى أي مكان بالطائرة بالسيارة على الإشارة الضوئية إلا حدي يحييني ويقول لي أنت المركز أنا مش كعاصم أنا عاصم فرد من أفراد زملائي يعني ساعتوني بوالدتي ساعتوني بأختي ساعتوني الشعب يعرف من يعطي بإخلاص ويستطيع أن يقدم امتنانه وشكره لمن يقدم فإحنا بالنسبة لنا هذه أرى أظن هي أكبر قيمة بعملنا وأكبر أكثر شيء يعنينا بكل شؤوننا والتواصل اليومي وأنت من الناس اللي دائما أنت في الميدان يعني مش شو أكثر المشاهد اللي بظلك استذكرها اللي لن تنساها في يوم وإيام حياتك وإذا كتبت كتاب عن عن كل القصة رح تذكر أكيد أولا أنا كتبت كتاب والكتاب إن شاء الله سيصدر خلال يعني بدوز الشعرين القادمات أنا بقرأ مقلاتك إليك مقلات هناك كتاب وفي تجارب إنسانية كثيرة يعني أكثرها صعوبة من يفاجأ بخبر الإصابة هو أو أحد أفراد عائلته لأول مرة كل المشاعر الإنسانية تتجلى أمامك البكاء الحزن الألم الأمل الأمل اللي ممكن أنت تعطيهم إياه عندما تبدأ يعني ترفع النسبة فهذه التجارب الإنسانية والمشاعر الإنسانية هذه لا يمكن أن تتحطها حتى لا بكتاب ولا الحبر ولا الورق يمكن يستوعبها صعبة جدا مشاعر الإنسانية صعبة يعني أنا بأيضا قصدت أغرب المشاهد بالذات مع مع قصص الناجين من المرض شو أكتر شيء لن تنسى من الناس اللي نجوا من المرض ورجعوا لك ورجعوا لكم إلكم كفريق عدد من الزملاء اللي رجعوا الآن ما بين أطباء وغير أطباء وعملوا بالمركز بعد شفهمهم أطفال عولجوا من السرطان وعادونا إحدى طبيبات الأسنان تخرجت من الجمعة الأردنية وكتبت عنها يوم من الأيام عولي أصيبت وهي سنت التوجيه وعولجت وشفيت ودرست جابت توجيه جابت أظن ستة وتسعين درست بطب أسنان وعادت إنها لما تحكي تجربتها وعشرات هذه التجارب حقيقة هذول الأناس عادوا ناس يرجعون بأطفالهم يتزوجوا بعد الإصابة بالسرطان ويعودوا حامل طفله يشكر طبيبه يشكر الفريق ناس تعرفوا على بعض مريضين للسرطان بالمركز وتزوجوا وأنجوا نعم 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 موجودين عندنا بأسماءهم موجودين مع الكم الهائل من المرضى والطوابير والذين اعلنين من الرفض لأنهم لا بدون تفهموا موضوع الستيج فور ليس الستيج فور هل هناك وسطات؟ يعني إنه مكان بلا وسطات مية مية ما في شيء يعني قديش حجم الوسطات نحن لسنا المدينة الفاضلة نعم لكني أستطيع أن أزعب أن هناك نظام وهناك سيستم يجعل من الأغالبية العظمى درجة أعطيك رقم 95-98% تمشي ضمن الأسس والموجودة هل هناك حالات استثنائية؟ لا لا أكذب عليك موجودة أقيد لكنها الاستثناء وأنا برأي الاستثناء يثبت القاعدة نعم طب بلاش وسطات؟ في تدخلات؟ لا أبدا الحكومة لا تتدخل ولا بشيء ولا وزير ولا رئيس عملت مع عدد من الوزراء عملت مع عدد من رئيساء الحكومات لم يتدخل أحدهم لا بتعيين ولا بقرار ولا بأي شيء البورد كمان سوء الأميرة لم تتدخل يوم بعملنا اليومي النصيحة تزديها نطلب منهم شيء ويقوم بعملهم ضمن الحوكمة هم لهم دور ويقومون لكن تدخل بشغلنا تدخل بشغلنا اليومي لم يتدخل أحد لا ديوان الملكي ولا الحكومات ولا البورد بشغلنا اليومي القرارات لنا ونتحمل المسؤولي تاني طب انت ذكرت معك الموزير صحة خدمت والله أظن ثمانية على الأقل ثمانية أظن على الأقل ثمانية من أحسن واحد فيه من أكثر واحد مريح كان في العمل معهم لا تخرب بيتي كلهم ممتازين كلهم أصدقائي لا ممتازين هسا انت زي مخرجي السينما يقولوا شو أهم فيلمي لك فمقول كلهم أولادي لا فيش أولادي أكثر تعرف يعني في كتير المسؤولين كانوا معنا هون نقول له مع مين ارتحت أكثر نقول لك مع الدكتور عبدالنصور يعني هذه مش ضد مثلا الدكتور بيشير يعني لكل واحد منهم حقيقة ميزته يعني ما في واحد لكلهم ميزته وأنا برأيي معظمهم يعني مؤهلين وجيدين معظمهم نعم كلهم إلهم مزايا كلهم إلهم مزايا ليش حدا ما إلهم مزايا والله لا ما أعتقد إلهم حدا ما إلهم مزايا إذا حكينا عن تجربة المصرية يا دكتور إنهم بيستفيدوا من الأمريكين إجابشن أسوسييشن للكانسر والكندا الكندا إحنا وين عالميا يعني وين خطوطنا مع مين فاتحين إحنا عشان موضوع الاستدامة صحيح إحنا على مستوى العالمي علاقاتنا الأبرز لنا علاقات متشعبة لكن الأبرز واللي في منها فائدة حقيقية بعيدة عن التوقيع والبروتوكولات وكذا مع مستشفى سنجود بتينيسي بأميركا مساعدة سنجود من بروتوكولاتنا الأولى للتدريب للمناح لكل ما نناقش الحالات إلى غير ذلك هذا أهم المحطة المحطة الثانية برينسس مارغرت في كندا بتورنتو هذولا أنشأونا قسم الأشياء العلاجية الآن يوجد فيه 12 إلى 13 طبيب مختص كل واحد عنده صابي سبيشالتي معظمهم تدريب برينسس مارغرت وساهموا ماديا بدعمهم ببروتوكولاتهم بكل شيء الثالث المستشفى أمدي أندرسون بتكساس حقيقة هذولا أهم ثلاثة بالولايات المتحدة بأوروبا ما يعادل معحد السرطان الأمريكي بسمو دي كافزي هذولا بنعمل بمجال الأبحاث بالأبحاث بالأبحاث بالوطن العربي لدينا علاقة جيدة مع المسائل الجمع الأمريكي ببيروت في أبحاث في تدريب في اجتماعات سنوية أو نصف سنوية ومع قطر قطر بيوميديكال إنسيتيوت فون ريسيرج اللي هو محط قطر للأبحاث على صعيد التمويل في أي جهات في أمريكا وكندا بمولو بمعنى أنه اللي هو الدونيشن مباشر الدونيشن مباشر قليلة لكن اللي بنعمله ننافس صغيرنا على المنح على المنح المنح عادة بتكون إلها علاقة عندك مشروع عندك بروجيكت أنت تقدم له نحصل على الكثير من المنح لكن المنح تربط عادة بمشاريع إما مشاريع بحثية أو بناء قدرات كباستي بلدين أو بالنسبة لسنجود بالذات بعض مرات يدعموا الأطفال الأقل حظا بعلاجهم بزراعة نقعة عظم للاجئين سوريين لغزة لغيرها سنجود الوحيد الذي يدعم بمجال العلاج تقنيات عندكم التكنولوجي قديش اليوم أنتو لأنه حتى في التقرير بنحكي أنه ما كانتكم الرانكينج تبعكم درجة متقدمة عربياً أو إقليمياً وعالمياً هذا ينطبق التكنولوجيا؟ التكنولوجيا أنا برأيي قد تكون هي الأميز يعني بعد الكوادس البشرية هي الأميز بعد أم أمل قبل؟ والله لا أنا أفضل الكوادس البشرية كوادس البشرية قد لا أفضل أنه جواب الكوادس البشرية الكوادس البشرية على أعلى مستوى لأنه استثمرنا فيها يعني استثمار هائل في во crown ما في جهاز عشان ما أكون ليس 100% لكن لكن ما فيه جهاز مهم يكون اليوم موجود بأي مكان بالغرب بيكون عندي أنا ثانيهم يعني فيه جهاز من المشروع اللي حكيت لك عنه قبل شوية اللي راح يفتتح إن شاء الله بشهر ستة جهاز يدمج ما بين جهاز الرمين المغناطيسي والأشعة العلاجية هذا كان خيال عمره ما حدا أظن سيكون الأول من الوطن العربي هذا الثمن وكلفنا فوق الخمس ملايين ولو تحسبوا تجاريا ما راح يستفيني راح يقسرني لكن هذا بحياة المرضى راح يعطيني دقة راح يعطيني إج على أي حدا موجود بالمنطقة بذلك بكل أنواع المرض عادة هو منستخدمه لعدة أمراض أكثر شيء لأمراض العنق والرقبة ثم لسرطان البروستيت لكن يمكن استخدامه بعدد أمراض وجير غرفة زراعة النخاع خلفتنا حوالي ستة ملايين بجهاز ملاحي نادر جدا دعوني ميزانية تكون دكتور الميزانية الكاملة احنا بسطرين احنا 11 مليون احنا دولة مثلا بالغالب بيجوا تبرعات تبرعات يعني احنا 80% من المصاريف الرئيس المالية بتجينا تبرعات ننفق عليها 20% احنا مشكلتنا تكون عادة بالميزانية التشغيلية الميزانية التشغيلية الرواتب الرواتب الأدوية المستهلكات الكهرباء المية اللي هي بتؤمن من ميزانية هذه يجب أن تؤمن من الريفينيو تبعنا من مصادر دخلنا في ريفينيو عالي في دخل عندكم الدخل جيد قداش نسبة الناس بدفعوا بدل العلاج قليلا جدا من الاردنيين لما الحكومة تحول ما هي بتدفع اه هي الريفينيو من الحكومة وعندنا عدد من نسبة معينة من المرضى بيجونا من الدول العربية اما مؤمنين من دولهم اما من شركات تأميم برضو هذولا بشكله يعني جزء معقول من الهذا ومؤسسة حسين الله صار طامح خلال برامج رعاية طبعا برامج رعاية برنامج رعاية تحديدا هو اللي حكيت عن التأمين أنا بدول الخليج والعالم العربي سمعت المركز وسائل قلت وين بتشوفها عالية جدا يعني لما نروح على اي مؤتمر احنا مدعوين يعني متحدثين على وين ما كان به هذا ولما نكون موجودين يعني يسمع لنا وصوتنا حقيقا مسموع وتقديرنا بالوطن العربي عالي جدا قلت ذات بالخليج العرب نعم هذا السؤال مش للإساءة ولكن سؤال للتوضيح اكتر شيء بجزء لفت انتباهي لما قرأت الخبر يعني من فترة انه كان في شاعة حول فساد مالي وإداري طبعا هيئة مكافحة الفساد نفت بس فعلا كان في حديث عن هذا المدوء والله صدر خبر وانا غير صعيح مركز لم يكن لم يبعث أحد منه إلى مكافحة الفساد يعني ولم يشعر به لا لا مركز لم ما صار انتفجأة قرأت على أحد المواقع لكن في الداخل ما في يعني مش عهي القصة هل أضمن انه عمله ما راح يكون واحد يخذ له ليرتي منهم ما بضمن شي لكن أضمن أنا أضمن أن هناك يعني جهات رقابية مضبوطة يعني الناس يراقب عليها جهة أنا جهتين أنا من اللي يسمونه بيك فورز هؤلاء الكبار الأربعة أنا عندي اثنين عندي بديش أذكر أسماؤهم بديش أعمل دعاية لا أرام العاد أنا عندي ديلويت وإرنس أنديان كل واحد ما أخذ جزء وهدولا سنويا تقريرهم للبورد إلى غير ذلك فإحنا يعني شففين وموجودين بحيث أنه إذا كان في خلل لا أضمن الخلل أن لا يحدث بكرة أو بعد بكرة لكني أضمن أن هناك ميكانزمات أنها تمسك هذا الخلل وتحاول أن يعني تغلقه لكن لم يحدث حقيقة عنا يعني أكد في سخل خدمنا وضح بالقاوي على الزراحة أنت واحد من ناس اللي كنت سبقت كل الناس في حديث عن الكورونا وعن فوضى الكورونا وأنه قديش الكورونا وعن فوضى التصريحات في الكورونا بتاعك كانت مائزعية أحكي لي بله هذه كلها والله يعني الواحد هو وقتها بجزء ما كانت مادة للتندر لكن الآن لما يرجع لما يذكرك التايم لاين بالفيسبوك بالتصريحات وتقرأ التصريحات يعني مضحك مبكي كانت فوضى هو العالم عشان يكون يعني فير العالم كله شاهد فوضى لأنه أصبح الجميع اللي بدلوا بغير علم وبغير سابقة وبغير ثقة وين إحنا بكرة فأصبحت يعني كثير من يعني تنافي العقل يعني حقيقة بعضها كانت تنافي العقل وأدت إلى بعض يعني القرارات وبعض الإجراءات اللي اتخذت اللي كلفتنا يعني ماديا ومعنويا واليوم نطلع عليها نقول وين كنا يعني أيضا صاحب موضوع الكورونا لأنه أنت أكتر شيء كنت تحكيه بكل صراحة موضوع عدم معرفة مسؤولين في مش بس لجنة الأوبئة عموما إحنا صارنا نشوف نجوم الكورونا صار فيه نجوم على التلفزيون نجوم الكورونا صار قديش هذا أثر في موضوع الوعي أو اللاوعي التوعية أنا أسف أو اللا توعية عند الناس والله يعني موضوع نجومية كورونا وكورونا صنعت نجوم لا شك لا شك من ذلك وللأسف النجومية لما تخطف الواحد هذه الأضواء تخطف البصر وإذا خطف البصر قد يخطف العقل فيصبح أنت عارف الأخبار تلقى أخبار وعكسه وتلقى له تأصيله بتقول أنه والله إن كتب في جامعة فلان ولا دكتور فلان في جامعة كذا بيحكي لأنه زي ما عندنا إحنا يعني مجانيننا عندهم مجانينهم أبو الغرب أنت إذا ما حكمت عقلك وانتقيت الخبر الصحيح وأبرست الخبر الصحيح وأنت تكون ثقة الآن شخص غير مهني بإمكانه يحكي اللي بده يحكي لكن الشخص المهني هو مسؤول عن كل كلمة لأنه كلمته للأسف أنا برأي ساهمة كورونا وبعض من تحدث بكورونا بتجهيل الناس وأضرت بموضوع التطعيم يعني التطعيم كثير من الناس أحجمت عن التطعيم لأنه بعض الناس دورت بالملفات القديمة طب بالعالم معروف الأنتي فاكس هذولا اللي ضد التطعيم بالعالم موجودين ويقول لك تسبب التوحد وتسبب الشعب لما تنبش هذه والطول دكتور لابس مريول وحط اسمه بالإنجليزي عن لابكوت تبعه وتقول هذا هو أنا أعرف الناس توفوا وأطباء توفوا لأنهم كانوا يدعوا لعدم التطعيم من كورونا بتعفلنا حسن نفتحك عن شخص محدد أو أشخاص يعني اللي ذكرت بخير آه لأن شخص اللي توفى الله يرحمه زميل لا مش اللي توفى بحكيش في عدد النجوم الكورونا اللي الأضواء خطفتهم فخطفت كان في عدد لا نخفي ذلك كانوا موجودين يعني موجودين الناس كانوا يتكلموا بأشياء يعني هم ليسوا أهل لها وخيالي يعني اكتشاف جين واكتشاف فيروس واكتشاف وفاكسين بالأردن واكتشاف مش عارف إيش لا هناك شكاوى عديد صيبنا أكثر من مكان للسؤال حول موضوع الإشراف على الغذاء للمصابين داخل المركز كيف هذا الموضوع بعملكم أرق أيضا فيه شكاوى كثير يعني صيب مش شكاوى ولكن تساؤلات أكثر إنه موضوع الإشراف على الغذاء أحكي لي العلاقة بين الغذاء والدواء في المركز حقيقة الغذاء والسرطان هم يعني متلازمين طبعا متلازمين قبل الإصابة بالسرطان لأنه أحد الأسباب الرئيسية لإصابة بالسرطان هو سوء استخدام الغذاء خلينا نسميه زيه فهذه أو نوعية الغذاء نوعية الغذاء طبعا يعني الآن بالأردن يعني إحنا أريد أن تكتحكي عن العامل الخطورة رقم 2 له علاقة مباشرة بأسلوب حياتنا والغذاء فهذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية بعد إصابة المريض بالسرطان مريض السرطان تغذيته كما ونوعا وشكلا تختلف عن تغذية أي مريض آخر لأنه المرض له مجيباته وما يشبه والعدوية كمان تخليك النفس تعنف من بعض الأغذية وتطلب بعض الأغذية وبدها نظام معين بدها هياء على فترات بدها هياء على أشكال فما لم يكون هناك ناس مختصين بهذا لذلك قسم التغذية عدد أخصائي التغذية بالمركز أظن نتجاوز 12 أو 13 أخصائي التغذية لا يقبل مريض أن يبدأ العلاج مركز السرطان ما لم يرى ويقيم من قبل أخصائي التغذية الوجبة عندما تقدم له يجب أن أخصائي التغذية يوقع عليها هو اللي يحدد لهذا المريض فالتغذية أهميتها لا تقل بإحرام الأحوال عن الغذاء والدواء في داخل المركز الغذاء والدواء بالمطلق في البلد أنت حكيت أنه واحد من الأسباب مهمة للسرطان هو موضوع الغذاء وجودة الغذاء ونوعية الغذاء شو الأسباب السرطان في الأردن يعني فيما يتعلق بالغذاء حسنا نحكي عن موضوع التدخين لكن موضوع الغذاء والله الغذاء أنا برأيي التخذين النوعية السابق الأهم هي حسب كل دراسات العالم هي اللحوم المهدرجة والمهدرجة المميت اللي تم التعامع هذه كلها والآن هذا أصبح شائع يعني في زمان هذه ما كانت موجودة المطبوخة والمهدرجة هذه أنا برأيي هي السبب الرئيسي المواد الحافظة الموجودة إذا لم تكن مضبوطة هي قطعا سبب الإصراف في نوع معين يعني حتى اللحوم العادية إذا أسرف فيها هذه المشاوي والاستيق ولمش عارف إيش هذه إذا أسرف فيها بذات إذا احترقت وهذه سبب رئيسي بالإصابة والاحتراف بالسرطان آه طبعا طبعا هذه يعني لها سبب أنا ما أقول لا يأخذوها الناس لكن الاعتدال الاعتدال في كل شيء الاعتدال تناول الأدوية الأكثر أكثر شعب في الدنيا ندخل على الصيدالة ونقول شو نزلين الصيف هذا تناول الأدوية هو حقيقة فوضى تناول الأدوية فوضى هو مشكلة كبيرة نواجهها قد لا يكون أكثرها بالسرطان لكن ما بعد الإصابة السرطان نحن نعرف مريض السرطان السرطان يسبب بذاته نقص المناعة أدوية السرطان تعدم المناعة يعني حتى تقتل الخلايا السرطان تقتل السريمة هذا المريض يصبح عرضة لكل بكتيريا وفيروسات وكل هذه المخلوقات المتوحشة اللي بتستأسد عليه بدك تدور له على مضاد حيوي الآن أصبح كثير من هذه البكتيريا مقاومة لمجم معظم المضاد حيوي لماذا؟ لأنه أنت بتروح أي واحد منه إذا على التهاب فيروسي بيس دخلوا شريطين بطلوا يكتفوا بالأشرطان صارت العبارة الآن فأصبح الأنواع اللي لازم تخبيينها ولازم تكون يعني ممأسسة وفيها قوننا وحوكمة أنه لا تصرف إلا بوصفة بفحص زراعة دم أو فحص زراعة بول ومن قبل مختص أصبحت تعطى بفوضى الآن كثير من المرضان يجيك فحص الزراعة وبيقول لك والله بس مضاد حيوي واحد هذا الجرثومة حساسة إله والذي يقتله الناس فكر الذي يقتل مريض السرطان ليس السرطان نادرا ما يقتل السرطان مريض السرطان مريض السرطان عادة ما يتوفى إما بالعدوى إما بنزيف أو أي من المضاعفات إما مضاعفات السرطان غير المباشرة أو البيئة المحيطة 100% اللي هي العدوى أو الأدوية 100% فاصل ونعود في هذا الحوار الصحيح اللي يعني هو ما كنت أتخيل في يوم الأيام اللي نقعد نحكي بها الصراحة حول الموضوع حديث عنه لكن هذه الحقيقة وهذا هو الوضع الملموس بعد هذا الفاصل في حوار مع الدكتور عاصر منصور حياكم الله شو رأيك بدور مركز حسن للسرطان اليوم وكيف بتشوف إنجازاته والله إنجازات ممتازة وموظفين ممتازين وخدمات ممتازة والله بالنسبة لي شايفة إنه يلعب دور كبير بالمجتمع أضوى شغلة الشغلة الثانية والله الدكاترة كانوا متعاولين معنا كثير لدرجة ما توصل دور الأطب كثير كويس وفعال التمريض كثير تعاملهم جداً يعني مريح ويستقبلوا أي أي شيء من ناحية المريض إذا كان عنده يعني أي شيء عادي ما بكله ولا بملو ممتاز جداً كخدمات وماشاء الله يعني بقدم خدمات طيبية يعني جميل وراقي للمرضى وللزوة ولكل شيء ما شاء الله يعني بتميز يعتبر لدرجة أولى بصراحة كل الواجبات بعضوك إياه على أكمل وجه مستحيل واحد يطلع من مركز الحسام مش ما أخذ واجبه كامل أنا كان عندي أستسركم ورم سرطان بعدمة الفخد الأيصر وكان الدكاترة كثير كثير كويسين معي والتمريض بالذات كانوا كثير كثير فوق ما تخيل الكويسين معي أقسم بالله العظيم أننا حاولنا أن نجد إشي سلبي حاولنا كل جودنا بصراحة من باب التوازن لكن لم نجد فريق العمل الشباب بفرح والشباب ما لقينا إشي سلبي في حالة رضا عام مدر الحمد لله يعني إحنا أكيد كل عمل إلا يشوبه قصور ولا ندعي الكمال لكن نحن نفخر بهذه الشهادات موضوع إلا يشوبه طب من وين جاي الشكاوة؟ في كتير الشكاوة مراجعين عن موضوع الضغط والدور والطوابير في شكاوة؟ ما في شكاوة؟ صحيح أنت مقدم خدمة بالأخير وخدمة لها علاقة بالإنسان ولها علاقة بالسرطان ومرض معقد جدا المريض إحنا خلال رحلته على الأقل بجزء أول ثلاث أشهر من رحلته سيتعامل مع مئة شخص مختلف بالمركز ولها تشابك ولها علاقات فإلا يكون فيه هون أو هون شائبة ما لكن أنت تحكم على السيستم ككل وتحكم هل عنده هذا السيستم يملك أدوات إصلاح ذاته؟ نعم نحن أولا يعني بالجزء لما بتعرفوا دكتور هاني نعم نحن كنا بالأول قياس رضا المرضى نعمله من قبل موظفي المركز لدينا قسم خاصة نعم بعدين قررنا من ثلاث أربع سنوات نقولنا لا ممكن يكون فيه تحيز في بيس مؤسسة أحيانية لجهة أحيانية فتعاقدنا حتى مع مؤسسة محلية رحنا على مؤسسة دولية لهدفين الهدف الأول أن تكون يعني أن بيس ليست متحيزة ليست متحيزة واثنين أن تقارننا عندها ديتا بيز هائلة مع مؤسسات أخرى مشابهة فأجت شركة أمريكية لها فرع بالمنطقة عندها بالديتا بيز ألاف المستشفيات وهي تقييس رضا المرضى رضا المرضى ليس سؤال أنت مبسوط ولا لا كل قسم بقسمه وكل قسم بأسئلته وهذه تعرض لنا نحللها ونحاول نعمل أكشن بلان كيف بدك تساعدها هلا أنت تصلحون ممكن يظهر عندك خلل بكرة لن نكون كامرين لا اليوم ولا بكرة لكني أزعم أنه قدر الإمكان نحاول أن نستجيب لملاحظات المرضى والمراجعين نحاول نسمع لشكواهم نحاول أن نصلح قدر الإمكان لكن سيبقى هنا القصور يعني وصف لي الحالة اللي في داخل البركز على صعيد التعاون بين بعض يعني فعلا لأنه برضو تارف فيه دائما حكي ودائما قصص حول موضوع الخلافات في أكثر مكان مش بس برناسبة قيادية ولكن على أكثر مكان حكي لي الصورة العامة يعني لا يوجد مكان ما يكون فيه هناك يعني باختلاف هنا اختلاف بأوجهات النظر أنت بتعرف تخصصات مختلفة طبائع مختلفة أعمار مختلفة أجيال مختلفة لكن أنت الأهم أنه يكون التعامل مهني إذا أنت ضمنت المهنية احنا الناس بجاي هنا يحب ويعشق أنت جاي تمارس مهنية بتقديم هذه الرعاية لهؤلاء المرضى حتى تمارسها بدك تكون عندك ثقافة التعامل المهنية هذه واحدة وأن توفر هذا الجو للناس وأنك تخلي الناس يشتغلوا مع بعض ذلك مرجح سير للسرطان أول ما بدينا أو بعد ما بدينا بجزء 4-5 سنوات كلنا بدنا نحاول نكسر حاجز البناء العامودي للمؤسسة اللي هي الأقسام أشعة أو باطنة وجراحة ومش عارف إيش فعملنا إشي يسمناه سيرفس أنه مثلا برس سيرفس سرطان الثدي هذه يكون فيها أطباء وتمريض وصيادنا من كل جراح وطبيب الباطني والأشعة والمثالوجي موجودين أنا شو اللي خلقتهم خليت الجراح يحكي مع طبيب الباطني أنا تصوري هذا التواصل بعدين بدوا يكتبوا أبحاث مع بعض بعدين بدوا مشاريع تطوير مع بعض منح مع بعض أنا أعتقد أن البيئة بمركز الحسين للسرطان هي بيئة بيئة صحية بدرجة كبيرة لكن هناك اختلافات ذكرت تقافة التعامل مع المرضى أحد أكثر من شخص وحتى برنامجي الصباحي بعض الناس بتعرف الناس اللي بالذات اللي بيكونوا على تماس مع مرضى مع مرضى السرطان ما بيكونوا بأفضل حال نفسيا وبالتالي هو مش رايحة بنك يسحب وديعة بمئة ألف هو جايب بشكوا من أنه هناك فجاجة من بعض الأطباء في التعامل الكمنيكيشن سكيلز اللي بنا ما يبني الناس مختلفة بقدراتها ومختلفة باستعداداتها وتأتي كمان محة همومها لأن كل واحد مننا حتى لو كان طبيب لا يغرق هذا المريول اللي لابسه هذا المريول يخفي هموم ويخفي مشاكل وقد يكون هو مصاب بالسرطان يعني في عنا موظفين وأطباء عدد ليس سهل مصابين بالسرطان وأهلهم مصابين بالسرطان فإلا يتأثر هو يبقى بشر لكن إحنا دورنا لنقومه يعني إحنا العام الماضي دربنا ألف وثلاثمائة موظف جمنا شركة للصفت سكيلز والكمنيكيشن سكيلز التعامل مع المرضى نحاول قدر أن نجسر هذه اللي هو أنت من وين يجيب الموظف الموظف هو يأتي من المجتمع الأردني إحنا كل ما موظفيننا أردنيين إحنا مئة بالمئة أو يعني تسعة وتسعين تسعة بالعشر من موظفين أردنيين هذا اللي يأتي من جامعاتنا يجو من بيوتنا كثير من بيوتنا وجامعاتنا لا تهيئ الإنسان أن يكون كيف يتعامل بصورة جيدة والتواصل عنا ضعف عنا ضعف كلنا بمهارات التواصل نحاول أن نجسر هذه اللي هو بالتدريب بأنك تقود بالمثال قدر الإمكان الدليل على هذا أنه العلاقة بين المواطن والشرطي السير صحيح حتى ولو كان المواطن مخالف أو مش مخالف المشكلة بتكون مش المخالفة الطريقة المواطن بيكون فجر في بعض الحيان الشرطي ربما يكون فلا تلتقي اللغة التواصلية يعني هو زي ما يقولوا للتانجو بدك اثنين لنك يكون واحد طبعا فهي كلمة من هون لكن يجب أنه تظل المهنية هي الأساس التدخين طبعا جلالة الملك أكثر ما رأيك عن موضوع التدخين وموضوع الحملات لا تتوقف أحكي لي عن موضوع التدخين وعلاقتكم أنتم بالمركز ما رأيك والله التدخين يعني جرح غائر غائر ولم يغلق منذ فترة ولم نحقق فيه للأسف أي نجاح يذكر رغم كل الجهود اللي بذلت التدخين أنا برأي إذاري يعني مشتابت ويتزايد أحنا من أكثر في العالم بالمناسبة هو من الإحصاءات يعني بأحسنها إذا اعتبرنا أحسنها إلنا إحنا من المركز الثالث يقولوا إحنا الأول عربيا على الإطلاق وقد نكون الأول يعني هم يقولون أنسي إندونيسيا وإحنا ولبنانا بس أنا أظن إحنا تفوقنا على الجميع للأسف التدخين تعدى إلى فئات بالأول ما كان يصلها لأننا مدخنين بالأطفال أعداد كبيرة بالسيدات والفتيات أعداد كبيرة من المدخنين والتدخين أنا برأيي هو القاتل الأول بالأردن السبب الأول للوفاء بالأردن سواء بالسرطان ولا بالأمراض القلب هو التدخين وللأسف ما زلنا نراوح مكاننا في موضوع التدخين أنا صحيح طلبت من طلابي يعني في عدد من المواد بدرس في مادة اسمها فن الحوار أو مهارات المقابلة فطلبت منهم وجهوا أسئلة فأنا راح أختار سؤال من رغد بتقول ما هي الاستراتيجيات المبتكرة التي يمكن انتباهها للرياضة في موضوع الوعي والتثقيف في أسليم الوقاية من السرطان اليوم بعد كلها تجربة شكرا رغد على السؤال سؤال مهم أنا أظن أحد الأشياء اللي فشل فيها القطاع الطبي والصحي حتى على مستوى العالم إنه ما استطاعوا يواكب التطورات في التواصل وتوصيل المعلومة التوعوية المعلومة الطبية ما زالت جافة غير محببة للقلب لذلك يرفضها الإنسان ويتقبل الخرافة وكننا نحكي عن كورونا ليس قبل الخرافة لأن معلوماتنا كانت جافة سننا نحكي سحر مئة بالمئة فأصبحت هذه أكثر يعني إغراء للإنسان قبولة نتقبلها وإحنا كأطباء وعملين بالمجال الصحي ليس لدينا لا الخبرة ولا الدراية الكافية أن نوصل المعلومة للشخص المستقصد أنا الفئة بالأعمار فوق الخمسين والستين ليست الفئة اللي عمره اللي بدي يبدأ التدخين اليوم اللي عمره عشر وانتنشر سنة فأنا برأيي يجب أن يكون استراتيجية تواكب العصر باستخدام أدوات العصر اللي موجودة حاليا وإنها تكون تارجتد موجهة للفئة المستهدفة نعم أيضا الأخ محمد ربابع بيقول تجربتنا والده الله يرحمه بيقول تجربة لن أنساها مع الدكتور عاصم ومع المركز كانت جهود يعني غاية في الغرابة من كترم كبيرة كانت يعني فيه تقدير ناس صغير تقدير كبير تقدير كبير صغير لكل جهود نأتي إلى غزة والمشهد اللي انتو عملتو إحما حكينا في التقرير أنه يعني كانت بعض الأحالات الاستثنائية ومنها غزة التعامل حكيلي التجربة والله تجربة غزة تجربة مؤلمة نحن تجربتنا مع غزة بدت قبل العدوان عدوان أكتوبر لأن تعرف غزة القطاع الصحي هو محاصر ومدمر مدمر من يوم من يوم يعني قطاع كامل في مليونين كلاس عدد حالات السرطان تشخص بين 2000 لـ 2200 حالة سنويا ما عندهم ولا جهاز أشعة علاجية اللي لازم 40 يعني 40% من هؤلاء المرضى يجب أن يخضعوا لو ثمائة مريض لأشعة علاجية ما عندهم هذا ما عندهم أدوية ما عندهم تشخيص ما عندهم أطباء حاولنا ندرب لهم أول شي اشتغلنا على القدرات دربنا عدد من الأطباء فمعظم الأطباء اللي كانوا يعملوا بقطاع السرطان وقطاع غزة هم خير جمال في عشية السرطان وأحدهم للأسف يستشهد بقصر شيارته بعد بداية العدوان بفترة بعدين بدينا نجيب بعض الأشخاص أنه كانوا وين المنفذ لهم أنه يروحوا على الضفة الغربية إسرائيل لم تكن تسمح لمعظم سكان قطاع غزة بالذهاب للضفة الغربية أو القدس فكنا نجيب بعضهم نعالجهم بالمركز ثم جاء العدوان العدوان حقيقة أول يوم صارت هناك تعليمات واضحة أنه سمو الأميرة ومجلس الأمنا أنه بدنا نحاول كيف نجيب بالذات بعض الأطفال بدنا نركز وليش الأطفال لنسبة الشفاء عالية عندهم ويمكننا ننقذهم سريعا ضلنا الأولى انطلقنا مع شركائنا مع سانجود مع منظمة الصحة العالمية ومع إحدى المؤسسات الخيرية الفلسطينية التي عمل هنا بدنا نتواصل وحاولنا أن نجيب عدد من الأطفال ووجهنا بعقبات شديدة جدا من قبل الاحتلال أنه يخرجوا هذول الدولة هنا حقيقة التعاون كان هائل جدا الخارجية صحيح والدخلية والخارجية أنا بدأت تحية صحيح لشفير مدير العمليات السفير سفيان لقضاء يعني جول عظيم أخ سفيان بدأ سفيرنا بالقاهرة أوه أمجد العضايلة يعني معالي أمجد العضايلة راح زار المرضى بمستشفى 57 اللي تحول عنه راح تشافهم هو وتواصل وكذا معالي وزير الداخلية حقيقة يعني كنا على التريفون يعطينا ثاني يوم الموافقة فما قصرت الدولة الأردنية أنه نجيبهم اتمكننا حتى الآن ضمن كل هذه الظروف الصعبة أنه أحضرنا 35 مريض معظمهم من الأبصال وكلهم بلسوا العلاج للأسف أجت الحالات متأخرة نتأخر للعلاج لما تسمع لهم بعضهم معظمهم ما مرحوا وثائق لأنه هدمت بيوتهم لا ما فيش وراج يعني أحد الحالات اللي يعني مؤثرة جدا شاب والده فلسطيني ووالدته أوكرانية أصيب باللوكيميا مريض اللوكيميا هذا أنت لما تقول لوكيميا معالم السرطان هذا الحالة الإميرجنسي والأصعب مريض للعلاج بالسرطان هو اللوكيميا لا تنتظرها مشى من أقصى شمال قطاع غزل لجنوبه مع جدته الأوكرانية على رجلين ولأنه معه جدة أجنبية يبدو سمحوله أن يتحرك زيبان عماك أمامه توصل لرفع بجوازه حظه الجيد إذا جاز التعبير إنه معه جواز أوكراني من أمه استطعنا نجيبه هون على المركز لم يحكي لك المعاناة لعناها واحد عدد كورية الدم البيضاء عنده بالسماء ويمشي ضمن هذه الظروف القصف على يمينه وعلى شماله طول الطريق مع جدة عجوز تيوصل ويجي عنا على مركز حسين الله سرطان وغيره من الحالات حقيقة التي يعني تدمي القلب تحسنت الحالات في حالة الشائل الحمد لله معظمهم الآن لو تشوفهم لو تشوف صورهم أو تلتقيهم نحن نلتقينا معظمهم في أول ما أجو والآن هم أناس آخرين سيكولوجيا كمان غريب غريب ما لقينا حدا يهجم علينا كل شيء يعمل للأردن ويتلقي حدا السؤال من رغد صوبر هي عشان هيك أنا حبيت أشكرها ثائر نجداوي أستاذ من الحبيب بيقول للدكتور إليه فضل علي شخصيا وأحييه على موضوع جودة أتمتة أتمتة الخدمة إنكم خدماتكم أنتم مؤتمت اليوم كله صح يعني حتى الطلبات حتى الآن معظمها مؤتمتة والآن القسم الجديد اللي استحدثنا واللي رح يحدث النقل النوعي وأنا برأيي هو الأول من نوعه بالموطن العربي قسم للذكاء الاصطناعي كيف نستخدم معلومات السرطان في تحسين عملياتنا البحثية العلاجية وعملياتنا المالية والأوبريشن بدأتوا بالموضوع أسس وبدأنا وبدأ أول داشبورد هذه الداشبورد زي حقيت أنا اللي بتبرجيني المرضى وين وشو هم وشو تأخيرهم وين هذه نتاج عملنا هنا أيضا من دبي الأستاذ فرج العمري صديقنا الحبيب يقول الدكتور عاصم منصور له والمنكز جهود جبارة تبذل الصحيح اليوم حتى من اللي بشوفوها بره في الإمارات يعني سمعتنا ما شاء الله يعني بتحكيها القصة للأداء للأداء عالم ذكرت موضوع يعني موضوع الأتمة والداشبورد وكل هذا موضوع التعاون مع الشركات الدوائية والمؤسسات البحثية والآخره قديش اليوم أيضا أنتم ماشيين خطوات بهذا والله التعامل مع هذه الشركات هو يعني طبعا سلاح ذو حدين أنت لا تستطيع أن تعيش بدونها لكن تريد أن تتجنب أي احتمالية لتدارب مصالح بالتعامل معها إحنا بيلزمونا لتطوير الأدوية بيستمدنا لإمدادنا بالأدوية وبدونهم ما في أبحاث سريرية الأبحاث السريرية عادة يكون الاسبونسر تبعها هو الشركات الدوائية الآن الشركات الكبرى بالعالم الآن بعالم السرطان هم الشركتين إلى ثلاث هم الأكبر الآن كل وحدة فيهم اليوم وإحنا نحكي لها تجارب سريرية موجودة أقنعناهم هو حقيقة نظام التجارب السريرية بالعالم هناك تحيز في بنيةه تحيز الرجل الأبيض هم يعتقدوا إحنا كلنا بسعر واحد هم لا يعتقدوا أن الوطن العربي أنه فيه مناس وميزة وفي دول مختلفة وفي مراكز مختلفة هم إحنا بدأنا عالم ثالث إحنا كنا دول زي بعض نشبه بعض لا يثقوا كثيرا لا بالمعلومات التي تصدر منها ولا بشغلنا ما لم تجيبهم عندك وتورجيهم مرة ومرتين وثلاث الآن بدأنا ببناء الثقة لذلك بدأت يعني العلاقة التراكمية بالذات موضوع الأبحاث السريرية تزداد سنة بعد سنة نعم دكتور هل من الوهم أنه نعتقد أو نفكر لو للحظة أو أنت حذرتك مثلا أنه أكيد خطر ببالك أنه زي ما يقال ويشاع في كل مكان أنه هناك علاج للسرطان وأنه الروس مثلا أعلنوا عن علاج التواصل لعلاج حقيقي للسرطان لكن ما في الدواء في العالم والمستفيدين من بقاء السرطان هذا حقيقي أولا هذا غير حقيقي وأنا برأيي لن يكون هناك حبة سحرية لعلاج السرطان أنا ما زلت أؤمن الآن وأشد إيمانا أن السرطان ليس مرضا واحدا هو ألاف الأمراض كنا بالأول قلوا عشرات الأمراض اليوم سرطان الرئى لحاله هو عبارة عن عشرات الأمراض كل طفرة هي علاج اليوم مريضين سرطان الرئى نفس العمر ونفس الدرجة درجة رابعة عندنا ناس بدرجة رابعة سرطان الرئى وانتقال للدماغ صار لهم الآن سبع سنوات عايشين ويمسوا وروحوا ويجوا وفي مريض سرطان الرئى يتوفى خلال سنة معناها هذا مرضه تركيبته الجينية للمرض غير ذلك لذلك الحل بالسرطان سيكون بالطب الدقيق نسموه بريسجن ميدسين لكنه لن يكون حبة سحرية لعلاج كل السرطان ما تم إنجازه في الأردن في المركز يضاهي ما تم إنجازه في أمريكا وأوروبا هذا تصريح إليك نعم من باب المبالغة والمبهاء أنا أزعم بمجال العلاج والرعاية السريرية لا يوجد شيء يقدم بأي مكان لا نقدمه الفرق الوحيد بيننا وبينهم أنه عندهم أكسس على التجارب السريرية أكثر مننا بكثير وأضعفنا التجارب السريرية إشيء ممتاز الناس تفكروا بإشيء نقيصة أنا برأي أهم ما يميز أي مركز سرطان بالعالم أن يكون عنده تجارب السريرية لأنه هذه أولاً ستجيب أدوية قبل ما تصدر قبل ما تصير على أرفف الصيدريات بخمس سنوات أنا أجيبها لمريضي أنا أوفر على مريضي أجيب لها مجاناً وبنفس الوقت أنا أدرسي التركيبة الجنية للمرضى إذا هذه الهوة استطعنا أمن السرعة وإن شاء الله سنعمل على ذلك وسنحقق ذلك أحنا ما كان في حلم اللي إحنا اليوم فيه إحنا بالألفين وثلاث كنا نحلم فيه حين حققنا اليوم واللي أحلم فيه اليوم إن شاء الله خمس سنوات من الآن بأكثر تقدير رح نكون واصلين واصلين تكتب في الطب وفي الأدب وفي بتابع بعض مقالاتك ومرة ذكرت عن هوا بجزء من ذلك يعني توجهك لهذا الموضوع فيه كثير أطباء أصدقائنا إبراهيم إصبيح مثلا بكتب مقالات جميع كثير من أصدقائنا الأطباء بس يعني إلى ماذا ترمي وانت بتكتب بتحب مثلا تكتب بالسياسة اليوم في رسالة حاب توصلها والله أكتب لنفسي هي بدأت الكراءة عادة قديمة أنا من أواء المطالعين وأنا صف ثلث بتي يعني أول مرة فوزت بأواء المطالعين وأنا ثالث ابتدائي وأنا أقرأ الأدب الروسي أدب الروسي قرأت وأنا بده السادس ابتدائي بدأت أقرأ لدستويفسكي ولو تشيخوف وكذا بمكتبة المدرسة زمان المدارس أنا بمدارسة حكومية مدارسة حكومية كان لديها من المكتبات أنا أعظم المدارسة القاصة القبرى اليوم ما عندما كان مدرسة بكتبة بمدرسة السحابة الثانوية اللي أنا درس فيها حقيقة فأنا قارئ الكتابة جاءت أنا برأيي هي جزء من التنفيذ يعني الضغط الذي نمر فيه طول اليوم وكذا تريد أن تفرغوا بشيء أنا لا أرسم أشاهد الرياضة ولا ألعبها وين أنا نقطة قوتي بالكتابة فأكتب لأنه يحن ما يقول فاقد الشيء لا يعطيه لما الواحد يكون عنده مخزون بالضرورة بإمكانه يكتب اللي ما عنده مخزون سأحكينا طلابي إذا ما تقرأوا كنتكم تكتبون لا يمكن أكيد اسمعت زي أنا بحكي اسمعت عشان ما يكون سؤالي مباشر أنه جملة الشيخ حمزة منصور الله يعطيه الصلاح والعافية بتعين ابنه الدكتور عاصم مديراً لمركز حسين صحيح سمعتها يعني لو كانت صحيحة الشيخ حمزة الآن تقاعد لذهب عاصم منصور إلى بيته بهذا حقيقة لا يمكن لأنه أولاً لا علاقة ما بين الحكومة والمركز وقرار المركز هو قرار حيئة أمنا أو برأس سمى الأميرة غيدة طلال وهي لا يعنيها الأمور السياسية هي يعنيها لكريدانشل 70 هذا الشخص أنا لما عينت أنا كنت ثاني أقدم أو ثالث أقدم طبيب بالمركز كنت نائب المدير العام قبلها قبل ما يكون الشيخ حمزة موجود وحقيقة يعني قصة تعييني تنافس عدد كبير وأنا لم أقدم نفسي للتعيين هي قصة اللي صارت أنه قوبي للناس وتم التعيين اعتذر أحد الأشخاص اللي كان يجبه هو أردني مخترب برا أو اعتذر واحد عربي من مخترب عنه هذا فكان الشخص اللي بعده كمان لا تصبح ظروفه بالقدوم عنده عقده بقي في 19 فعينت لفترة قصيرة بالأول أن أسد هذا الفراغ الموجود أقدم واحدنا بالمدير العام كان هيئة الأمنا ما بده يصير أي فراغ بالمركز فأي واحد مين اللي جاهز ابن المركز ما رأي يجيب أحدهم برا بعد ما مشينا بهذا الموضوع لفترة رأوا أنه هذا الشخص عنده ما يقدمه وإن شاء الله أن أكون حسن ظنهم لكن أنا لا أستطيع أن أقنع شخص بده يقتنع بغير ذلك وغيره معني بذلك حقيقة غير معني بذلك بس اسمعناه أنت سمعناه كنت بات وحكية من يمارس السياسة كان المقصود فيها الإسارة الشيخ خمدر طبعا مش أنا المقصود هو الوالد وأنا بنحكي دائما من يمارس العمل العام والسياسة بده يكون جلده ثك بده يتحمل كل شيء أو يروح يقع لبيته الوحد بدك تفتح صدر 100 مية 100 مية أيضا سؤال على الماشي قبل ما أشكرك شكر جزيل دكتور وزير صحة الحالي كان طبيبا لديكم في مركز حسين هو أصبح وزير صحة تعتقد أنه وكان بالمناسب هذا خبري هذا معلومة أنا عرفها تماما كان يحلم بأن يصبح مديرا لمركز حسين كان واحدة من الأشياء التي أنا أعرفها عن قرب الإشكالية أو العلاقة وصف لي والله علاقتي بمعالي دكتور فراس علاقة مهنية جيدة هو زميل وهو محترم على صيد شخصي رجل وهو مؤهل جدا عشان أنا أكون يعني أنا برأي رجل محترم أنا برأي مؤهل هو محترم وأشهد بنظافته أنا عملته لسنوات وهو مؤهل أنا برأي الـ CV تبعته حقيقة ممتازة علاقتي معه كانت مهنية كنا نختلف كثيرا لكنه لم نفقد الاحترام يوما لم يرتفع صوت أحدنا على الأعقاب لم نتجاوز لكنه اختلفنا كثيرا على أشياء لها علاقة بالعمل لسنا أصدقائيا أنا لم أزور بيت ولم يزور بيتي حقيقة بهذا لكن زملاء وعلى علاقة جيدة شيخ حمزي بيحضر الحلقة أفأ أخبره أنت أه بدأت في المارد وبنهي في المارد شو بتحلم اليوم وإحنا اليوم في مرحلة محتاجين مزيد من التوعية محتاجين مزيد من بتعرف إحنا نحكي الـ Stabern هدولي الناس زينا زي أحوالنا العنادة أنه نكسر هذا الصخر أنه موضوع التدخين موضوع يا أخي الغذاء موضوع بإيش بتحلم وخصوصا أنه كل هذا ربما يخفف عليكم لأنه الوقاية تخفف عليكم يعني الواحد إذا معي أنا دينار وأود أن أستثمر بمجال الصحة ومجال السرطان أنا أستثمر بالوقاية لأنه هو الوحيد الذي يعطيني عائد استثماري بالصحة وبالمال أكبر من أي شيء ثاني أنا هذه الحنفية حتى أخفف من تدفقها بدي أروح على أصل النبع أصل النبع يجب أن أجفف أصل النبع أصل النبع اللي هي عوامل الخطورة وإحنا برأينا 40% من السرطان يمكن تلفه إذا ما حاولنا تجفيف النبع يظل كمان في 20% إلى 25% بالكشف المبكر وإحنا خلينا نتولى 30% إلى 40% اللي يظلوا ساعتها بدال 10.000 خلينا نصيره 3.000 أربعة مركز حسين السرطان كفيل بهم شو أجمل أجمل رد فعل تعبير قيلة لك خلال السنوات الماضية من أي جهة أو من أي شخص على الأداء بتعرف موضوع مركز حسين يعني أنت مش مدير مستشفى عادي أي مدير مستشفى يقول له يعطيكم العاف سلام عليكم بس أنت هون أنت بتحكي عن إنقاذ حياة بتحكي عن ناس تنجو وناس ما تنجو اللي بتذكره اللي راح تكتبه دعوة اختيارة أو اختيار جاي من قريمة يلقاني بلبي المركز ويقول لي يعطيك تيرضيك يعطيك بصحتك بولادك إلى غير ذلك هذه واحدة اثنين لما أوقف على البوديوم بجامعة زييل بالولايات المتحدة أحكي عن تجارة مركز الحسين للسرطان والحضور ترمي الإبرة تسمع صوتها حرص جلالة ملك أن يكون دائما معكم صحيح حقيقة كل ما تم تحققه وأنا لا أجامل هنا ولا أمدع لما كان لي يتحقق لو لا دعم جلالة ملك جلالة الملك يعلم بكل مشاريعنا ويتصل مع سؤول أميرة غيداء بصورة يعني بشبه دائمة يتطمن على يعني موضوع غزة مثلا كان متابعه بصورة هو وجلالة الملكة تابعه موضوع غزة بالأعداد بالأسماء بكل شيء لو بيجيكم بسنة أربع خمس مرات توسعات الموضوع العقبة موضوع أي مواضيع والتكريم للدونرز لكل شيء إحنا الوحيدين اللي ما بيقولنا لا على أي برنامج عنه على أي مناسبة عنه ما طلبنا منه الشيء لتذليله بدنا تذليل إله ما كان يصير حقيقة لو لا الدعم اللي من جلالة الملك ما وصلنا لما وصلنا إليه آخر تحية من دكتورنا الحبيب دكتور محمود الزرقات بقول فعلا تحية ضيفك راقي وتحية له شكرا لك شكرا دكتور محمود بدأ أشكرك شكر جزيلا وإن شاء الله تتحقق الأحلام بعيدا عن المارض وبعيدا وبنتمنى فعلا إنه هذا مركزنا إحنا بنينا بتعرف الناس بنون بزي ما بدأت حديثي في تليثون خاص اسمه تليثون الأمل في التلفزيون الأردن صحيح بنون ناس ومحتاجين أن يستفيدوا منه إلهم ولأ أهلهم والله يبدأ الشرع عن الجميع وإنه نشوفه بكبر دائما يعني لما جيت أنا بثيت وسط البلد من التوسعة كأني شايف فعلا الأردن بكبر بهذا العمل العلمي الأكاديمي الطب المحترم مركز عشر سان بيرطي يمثل الأردن وحقيقة يعني هذه الصورة اللي نرغب أن نرى الأردن عليها شكرا جزيلا والتحية للمؤسسة مؤسسة حسين السرطان سمو الأميرة غيدة بدحييها وسط نصري القطامش وكل فريق العمل متطوعين متبرعين شكرا دكتور شكرا لك شكرا لك دكتور عاصم منصور وشكرا لكم دائما رسالة شكرا لشركائنا الداعمين لنا لرسالتنا في ميران صديقة الأسواق الحر الأردنية أنا فورا مول جو بيترول أدنى الماركت فورها دي جودن وكل الجهات الداعمة لنا هنا في معركة إعلاء الكلمة والحوان حياكم الله ونشوفكم الأربع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من ميران صديقة إلى هنا البدء أحييكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة